من جديد تعاد الكرة اولى ثانية ثالثة عاشرة وتستمر الازمات على حبل العراق لكن الحبل الرفيع الذي يقطع في اية لحظة مجبر بركوب دراجة عليه وليس مجرد سير متأنن هذا قول الكاظمي وبهذا يتحدث رئيس الحكومة العراقية بكلمات صريحة جريئة لا كلمات عابرة تستقر هدوءا في بيت العنكبوت وعلى مقياس الصبر يرد الكاظمي على اتهامات بتحركه شديد الحذر اما الدليل فيضع الرئيس مستقبل العراق على معيار التأني بديلا عن فوضى الدم والحروب الاهلية الحديث الذي يكاشف امام جميع التكتلات السياسية والحزبية يفتح النار على الخارجين عن القانون فيقدم الكاظمي تعهدا باخضاع ميليشية السلاح المنفلت وعدم السماح لأي سلاح خارج سيطرة الدولة يسير الكاظمي اليوم على الحبل الذي يتوسط نيران الاقتتال الخارجي ونفوذ المصالح الداخلية فيعلن للغارديان البريطانية بانه على حبل بين بنايتين شهيقتين وفي هذا بحث مستمر عن حل بين امريكا وايران لكن الحكاية وصلت الى حد ابعد من هذا فالصراحة المباشرة يضعها الكاظمي امام الجمهور العالمي اذ يكشف انه الرجل الذي يرقص يوميا مع الثعابين لكنه يبحث عن مزمار للسيطرة عليها في عرف الافعى فان الكوبرا هي النوع الاكثر صعوبة في الترويض والتي تحتاج لمزمار خاص اما الكوبرا فهنا هي ميليشيات مدعومة بعضها من الخارج وبعضها خارج القانون منفلت السلاح وهنا تضع الغارديان وصحف عالمية تأكيدا بانها المدعومة من ايران اذا فان رئيس الوزراء يرقص مع الثعابين وهذا ما يعني انه يبدع لعبة الذكاء السياسي في محاولة النائب العراق عن المواجهة الدموية ومحاولة الاحتواء فيما هو المزمار الضائع وقد يحتاج لمزمار اعلى صوتا يسكت كوبرا صناعة الاحزاب الداعمة للفوضى وايا كان اللعب والرقص وايا كانت المزامير فانما يحتاجه العراق وتبحث الحكومة عن تفعيل الله على الارض يتمثل بانهاء خلافات امريكا وايران بعيدا عن الارض العراقية حيث يبحث شعبها اليوم عن البيت العراقي المكتمل بسياسته واقتصاده وامنه فلا تقع جدران البيت او تنهار ولا يخطف من البيت امل اعماره من جديد R Strategic قوم Cubenga جديد ترجمة نانسي قنقر